بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا تاني. النهاردة عندنا كيس تادي لطيفة جدا. حالة عملية. بحيث نقدر نفهم ان ال data analysis اهم شيء في التسويق عموما. كdigital marketing او حتى traditional marketing. طبعا احنا اتفقنا بلكده ان ال digital marketing او التسويق الالكتروني استخدام الادوات فيه بيسرع بشدة تجميع البيانات. فانت تقدر في فترة بسيطة جدا تقدر تعرف من المستهدفين بتوعك موجودين فين تقدر توصلهم ازاي وهكذا. انما traditional marketing او التسويق بتاع سمعين كان فيه مشكلة كان فيه صعوبة جديدة جدا لانه لازم يستقرق الوضع بشكل عاملي لازم يجرب وفترة طويلة ويجمع عدتها كبيرة بحيث انه يكتشف في الاخر هل نتيجة بتاعته كانت صحة والغلط. فده بيستهلك منه وقت وبيستهلك منه فلوس كبيرة. طيب خلينا نشوف ايه اللي حصل. عندنا كيس استادي هنا. طبعا دي مقالة موجودة على The Guardian. اه جارديان ديت طبعا صحيفة انجليزية مشهورة جدا واحدة من Top 5 يعني خليني اقولها على مستوى العالم في الصحف. بتتكلم على اه كيس غريبة شوية بتتكلم على اه اه شرابات شرابات رجالي. تكلفتها اه 500 جنيه سترليني. اه التكلفة بس. طبعا هي بتتبع ب900 جنيه سترليني. اه يمكن المقالة موجودة اه اه ادخلوا ودوروا عليها هتلاقوها. اللي بيتكلم هنا مثلا احنا ايوها تقريمها اهي بالضبط اه تمنمية خمسة وتسعين جنيه سترليني سعر الطعم الشرابات ده اللي هو اه شرابين فردتين بس. طيب هنا القصة ببساطة شديرة جدا اه خلينا نفترض الاتي ان انا عندي الشرابات دي اللي هي اه اه اغلى شرابات موجودة على المستوى العالم. اه تكلفتها اه خمسمائة جنيه سترليني بتتبعها بتسعمائة جنيه سترليني. اه حنفترض نحضر لك الماركتير او مسلا فعلا الراجل الماركتير او الراجل اللي هو مديل التسويق. اللي مسؤول عن تسويقها. اه هو محتاج الناس اللي تقدر تدفع حاجة زي كده في الشرابات دي. طيب مين افضل شي ده هو استهدفها اه 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 حنفترض ان فيه كيس حصلت وده فعلا حصل. بس مش على انه شرابات ده على انه شرابات تاني. اه 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 كان المجلس ادارة الشركة ادى للراجل ديجنال ماركتير او ادى الراجل الماركتير ده اللي هو تريديشنال ماركتير ادى له الاكسس و ادى له الموافقة انه هو يعمل اعلانات اه تلفزيونية في افضل اه اماكن ممكن يتخيلها هو ادوله تلات اختيارات او هو اقترح تلات اختيار فيهم اه نهائي مسابقة اه رياضة الجولف وطبعا دي شعبية جدا رياضة مشهورة جدا في امريكا بس ديت او الناس اللي هم يعني الناس اللي هم اصحاب الفخامة والسمو وهكذا. اه ليس منصبا ولكن لمعاهم فلوس ملياردرات اللي بيتفرجوا عليها بيلعبوا الجولف وهكذا. فانت عندك نهائي مسابقة الجولف اه وقدامك فرصة انك تعمل اعلان طبعا البجت مفتوح تصرف اي قد ما تصرف بس هتعمل اعلان هنا او انك تعمل نهائي مسابقة الريجبي الامريكية اللي هي الكرة القدم الامريكية او كانت في اوروبا مسلا هتبقى اه نهائي كاس اوروبا مسلا او نهائي كاس العالم انت بتكلم في في رياضة اه معظم اه مهتمين بيها من الرجال طب والحل التالت انك تعمل اعلان برضو مفتوح اه تلفزيوني في مسلسل كان في الشريحة دي في الوقت ده اسمه ده مشهور جدا اه ده مسلسل معظم مشاهدين ومن السيدات فاصبح ان انت عندك هنا اه رياضة معظمها من الرجال اللي هما اللي هما المستهدفين فعلا بنسبة لك او اه من الرجال اللي هما ممكن يكون فيهم مستهدفين وممكن مش مستهدفين يعني في ناس معها فلوس وفي ناس معهاش فلوس وفي الشريحة التالتة هي من السيدات فقط اه او غالبيتهم من السيدات سبعين او تمانين في المئة من السيدات وبيشوفهم مسلسل رومانسي طبعا احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي عشرين 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 وحهدو عشرين عشرين اتنين وعشرين تقريبا تدروا يوصلوا لتصوير 8000 حلقة. فده يعني عمر. فلا انتوا تدخيلوا في بداياته كان هو اه سوبر ستار خليني اقول المسلسل ده. طيب قدامنا دلوقتي رجالة. رجالة. وقدامنا سيدات. رجالة في اي بي. رجالة في اي بي وغير في اي بي. وهنا سيدات ممكن يكون فيهم في اي بي او غير في اي بي. تمام? طيب انت دلوقتي مطلوب انك تختار انت كماركتير او ماركتنج مانجر انك تختارها تعمل اعلانات هنا ولا هنا ولا هنا. طبعا كل واحدة من دول لها صياغة مختلفة هنتكلم عنها بعدين. ان اللي هو بسمال ادارة المحتوى. المحتوى اللي هنا هيبقى غير هنا غير هنا. ولكن مين الشريحة? الشريحة بتاعتك موجودة فين اصلا? اللي يقدر يعني يدفع ثمان شراب اه قيمته التسعمائة جنيه سترليني تقريبا. اه ومش كده وبس يعني يقدر يشتري التسعمائة بس هل خليني اسأل سؤال هل ده اه انا كماركتير لو قدرت حقق مبيعات تسعمائة جنيه سترليني في شراب واحد اه معناها ان انا اقدر اجيب التارجد بتاعي. وانت لازل تفاهم من التارجد بتاع الراجل الماركتير ده في الغالب في الغالب لاني يتجاوز خمسمائة قطعة في السنة او الف قطعة في السنة يعني مستحيل يوصل مش هيلاقه. فاهم? مش هيلاقه خامة اللي بيعملوا منها الف قطعة في السنة. فعشان كده هو ثمن وغالي. فاصبح ان هو بيتكلم في نيتش اه زي ما احنا نتكلم يعنيه نيتش بعد كده او بيتكلم في شريحة تسوقية اه ديشتال اونلاين او شريحة تسوقية تراديشتال اونلاين سيجمينتيشن بسيطة جدا. طيب ومن هنا بدأوا بعد البحوث والدراسات اكتشفوا ان دول وهما بيتفرجوا اريدي على على الكمبيتشن اول ما بيحصل بريك يعني بياخدوا فاصل اه اللي هو فاصل الاعلاني هم على طول الرجالة هنا بتبقى مشغولة جدا بحاجات تانية. اه اللي عاوز يتصل بهم في التليفون. اللي عاوز يشوف الاسعار الاسهم في البورصة. اللي عاوز اه يدخل حمام. اللي عاوز اه جاكل. اللي عاوز يشرب. اللي عاوز يعمل اي حاجة فللأسف شديد ما بيهتموش بالنحية الاعلانية تماما هنا. تماما? طيب بالنسبة لدول نفس القصة اكتشفوا ان الشريحة دي بتبقى مهتمية مش ان هي تتابع البورصة او كده. ولكن مهتمية بالشيتشات مع بعض. يعني هنفترض ان في حد بيشجع الفريق الازرق وحد بيشجع الفريق الاحمر. وقاعدين مع بعض في مكان ما. والفريق الازرق متفوق على الفريق الاحمر. فاول ما بياخدوا بريك فيبدأ رواد الفريق الازرق يعني يديقف اه الرواد الفريق الاحمر. فهو ده الشغل الشاغل بالنسبة لهم. المنافسة الداخلية. فما بيهتموش بالاعلانات اللي بتتزع وهكزا. طيب بالنسبة بس دي شريحة سيدات. فاكتشفوا ان فعلا ان اكتشفوا ان في حاجة اسمها او فيه سلوك العميل ان السيدات دول معظمهم بيكتشفوا ان بيبعندهم مأساة في التعامل مع ازواجهم اللي هما دول. ازاي? اه مسلا لما يجي راجل اه راجل اه يعني مع فلوس وانازل الصبح اه راح الدوام بتاعه او راح الشغل بتاعه وبيدور بيفتح درج الشرابات ملقاش ولا شراب. كل الشرابات متغسلتش. فاصبح ان هو بيمكن يعمل مشكلة وبتبقى بالنسبة للسيدات بتبقى مصيبة وكارثة وهكزا. فاكتشفوا ان من عادات السيدات في امريكا في الفترة دي ان هما بيشتروا شراب وبيخلوه عندهم احتياطي. اوكي? فاصبح ان انت بتتكلم على الشراب اللي هو اه اصبح ان هو هدية مناسبة جدا في اعادة الميلاد. ان هو بالنسبة للستر ان دي حاجة اسنشل لان بتعمل مصايب بالنسبة للعلاقة بين الزوج و الزوج. خصوصا في التارجل بتاعهم في خلال تلات اربع شهور. فاصبح ان انت بتتكلم في هنا ان الشريحة التسويقية المستهدفة والمختارة بعناية بناء على داتا وارقام بناء على شغل راجل ماركتير ممتاز تقدر تخلصك التارجل فقل مما تتخيل. دي شغلتك واحترافك انك تبقى فاهم البزنس صح.